من كابل موفدنا يعقوب بهداء يعقوب إذن الولايات المتحدة هي تقدم مساعدات جديدة لأفغانستان طبعا يعني وستدير حركة طالبان لكن كيف ينظر لهذه المساعدات الأمريكية هل هي تفي ولو حتى بجزء قليل من الاحتياجات الأفغانية الآن ماجد هذه المساعدات تساهم لا شك في الإفاء بجزء من الاحتياجات الأفغانية الإنسانية الآن في بداية الشتاء مع المخاوف الشديدة لدى الممتحدة والمنظمات التابعة لها وكذلك المنظمات الإنسانية وحتى الحكومة المحلية التابعة لطالبان هذه المساعدات جاءت طبعا بعد تسهيلات تعلنت عن الولايات المتحدة قبل ذلك تتعلق بتسهيل التمويل العمل الإنساني في أفغانستان بما يتجاوز العقوبات المفروضة على طالبان وشبكة حقان المنظوية تحتها حكومة الطالبان وقادة الطالبان في كل مناسبة يجددون المطالب للولايات المتحدة بالإفراج عن المبالغ الموجودة في خزينة البنك المركزي التابعة لخزينة البنك المركزي الأفغاني والتي تتجاوز 9 مليارات دولار يقولون أن هذه هي أفضل مساعدة لأفغانستان في هذه الآوينة لكن حتى الآن الولايات المتحدة لم تتأخذ أي خطوة في هذا الاتجاه المساعدات الأممكية جاءت مصحوبة بتعليق سياسي من بلينكين بأن بين واشنطن تواصل مساعدة الشعب الأفغاني من خلال القنوات التبرماسية والسياسية وهذا إحالة واضحة إلى المفاوضات التي حتى الآن عقدت منها ثلاث جولات ما بين طالبان وولايات المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة جاءت هذه المساعدات أيضا بعد مساعدات صينية وصفت هنا بالزهيدة والتي أعلنت بكين أنها مليون دولار وسترحق بخمسة ملايين دولار فيما أعلنت اليابان تقديم ثمانية وخمسين مليون دولار كل هذه المساعدات تلبي جزءا فقط من الحاجة الإنسانية منظمات الممتحدة هنا المنظمات التابعة للممتحدة تقول إن بداية الشتاء تشكل عبءا حقيقيا وأن ما يزيد على 90% من الشعب الأفغاني مهددون مهددون بنقص الإمداد والنقص المواد الغذائية وتحاول المبعوثة الخاصة للممتحدة هنا في كابل ديابورا لوينز بخلال لقاءاتها مع مسؤولي طالبان تسهيل العمليات الإنسانية طبعا طالبان تستفيد من المساعدات الإنسانية سياسيا وإنسانيا تساعدها في تحسين الأوضاع وفي المقابل بعض هذه المساعدات طالبان في النهاية التي تتولى توزيعها وإن كان بإشراف منظمات الأمم المتحدة كل اللقاءات الآن التي تجعى هنا في كابل وفي العواصم الإقليمية وفي العواصم العالمية هدفها الأول هدف إنساني طيب أشكركم من كابل موفدنا يعقوب بهدى شكرا لك